معنا خبر أيضا من المصر اليوم الخبر بيقول الإحصاء 14.7% انخفاضا في حوادث القطارات ده بيتكلم عن انخفاض في حوادث القطارات وأعتقد كمان في حوادث الطرق وده يمكن نتيجة للتصميمات الجديدة للطرق من ناحية ويعني حوادث القطارات قلت شوية نتيجة لأسباب كثيرة منها تقنيات جديدة الإشارات التي تتعامل بشكل أوتوماتيك بسماء التحولات والأماكن دي فتعلي حضرتك هو طبعا إحنا نتمنى بس قبل ما يتم تطوير الآلات يتم تطوير البني آدم اللي هيقود المركبة دي يعني إحنا عندنا زخم شديد جدا في الترخيص للعربيات وللنقل وللأوتوبيسات لناس ما تعرفش تقود أساسا وكلنا عارفين ان فيه فساد وعارفين ان احنا بنقاومه وعارفين ان احنا فيه حرب على الفساد لكن أنا أتمنى ان الحرب على الفساد تبقى أقوى من كده شوية الناس دي تتعمل لها تحليلات مخدرات بشكل عشوائي الناس دي لازم تاخد تدريبات قوية جدا لازم يتم معهم التعامل بشكل يبقى فيه علاج نفسي للبعض منهم لأن دي مشكلات الحقيقة هي اللي بتسبب في زيادة نسبة الحوادث اللي احنا بنعاني منها سواء كانت قطارات أو سيارات بالاضافة لان طبعا واضح جدا ان فيه تطوير لشبكات الطرق في مصر لكن اعتقد انها محتاجة تزيد شوية محتاجة على الهايوي اكتر يعني الطرق السريعة محتاجة ان يبقى ليها انا مش فنية ولكن انت بيعملوا الطرق بعد شوية تلاقي الطريق عبارة عن منخفضات ومرتفعات دي بتؤدي لحوادث كارثية الحاجة التانية انا اقيد بشدة القوانين المرور الجديدة اللي لو يعني اطول اعدم اللي هيمشي بشكل مخالف وياريت برضو ده هيقلل الحوادث جدا منع المحمول تماما أثناء القيادة احنا عايزين قانون يعني مش عايزين نعدم لا احنا عايزين قانون انا اقول لحضرتك بارح رئيس الهيئة الهندسية بيقول قدام الرئيس بيقوله ان طريق السويس هيبقى سبع حراط وهيبقى طريق حر ده حقيقي وهيبقى طريق قوي جدا وجميل جدا بس احنا خايفين الناس تستغل ده غلط ويفين يمشي بشكل غلط فالأسف تحصل حوادث كتير احنا النهاردة بنقدم منتج للطرق كويس لكن الناس برضو لازم يبقى فيه قانون رادع انها تسحب منه رقصة ما يسوقش تاني تطبيق القانون ويبقى ما فيش يعني تفاوت في تطبيقه صحيح انا بعرف هلا فهمي عشان هي نائب رئيس تحرير فهفوت لها المرة دي انا بعرف الاستاذ الحق ده مزيع كبير لا احنا عايزين القانون يطبق قانون يطبق على الكل على الجميع وفيه تطبيق فوري يعني لازم يبقى فيه دوريات على الطرق العربية اللي ماشية بسرعة مخالفة بتقف وبتدفع المخالفة في وقتها مش بستانا لما يدي له فرصة انه هو يشوف فلان او علان علشان يخلصوا منها انا اعتقد ده يكون حل وحل مهم جدا ان شاء الله نشوفه وده تبقى أهم الحاجات اللي تحصل في البلد تمام